يحمل أبطال المنتخب الوطني للرماية على عاتقهم آمال الكويتيين العريضة وتطلعاتهم الكبيرة في تحقيق الإنجازات للكويت في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية يوليو الجاري الآمال العريضة للجماهير الكويتية تتعلق على هذه الرياضة لأنها هي من أهدة الكويت كل إنجازاتها في تاريخ مشاركاتها بالأولمبيات وهي ثلاثة ميداليات عبر الرامي الذهبي في هيد الديحاني الذي أحرز ميداليتين واحدة ذهبية في دورة ريو دي جانيرو عام 2016 وأخرى برونزية في سدني عام 2000 كما حقق الرامي الأولمبي عبدالله الطريقي ميدالية برونزية في دورة ريو دي جانيرو عام 2016 الرمال الأربعة عبد الرحمن الفيحان وطلال الطرقي ومنصور الرشيدي والمخضرب عبدالله الطرقي أكدوا تطلعهم وعزمهم الكبير على تقديم أفضل ما لديهم من مستوى فني لتحقيق إنجاز جديد للرياضة الكويتية في هذا العرص الرياضي العالمي الكبير متسلحين بحسن استعدادهم وبدعوات أهل الكويت لهم بالتوفيق والسداد اللاعبون الأربعة قالوا إن مشاركتهم في المنافسة العالمية تأتي استجابة لنداء الوطن مجددين استعدادهم لخوض غمار المنافسة بإصرار وعين على تحقيق إنجازات مهمة في هذا التجمع الرياضي الأكبر عالميا ورفع عالم الكويت عاليا خفاقا وتشارك الكويت في الأولمبيات بعشرة لاعبين من أبنائها أربعة رمات ولاعبين في منافسات ألعاب القوى يعقوب اليحيوح ومضاوي الشمري ولا ردشتي وعباس قلي في منافسات السباحة واللاعب عبد الرحمن الفضل في رياضة التجديد إضافة إلى اللاعب محمد المسوي في منافسات الكاراتي